من المعروف أن لكل بلد حدود وسيادة وعلم أي اعتداء على أي بقعة في الوطن هو اعتداء على شعبه ما حدث أمس من اعتداء الحرس الثوري الإيراني على أقليم كردستان وهذا الأقليم هو جزء مهم من العراق تاريخيا وجغرافيا وثقافيا فعلينا جميعا أن نقف صفا واحدا ضد هذا الاعتداء وهذا يعتبر خرق للسيادة العراقية بالنسبة للاعتداء يوم أمس من قبل الحرس الثوري الإيراني اللي تبناه أنه قصف أقليم كردستان هذا الشيء شرخ يصيب الصدع العراقي بصورة عامة العراقيين لح مواحدة العراقيين دائما ما يكونون متلازمين متوحدين في مثل هذه المواجهات إيران طبعا هي دولة صديقة وجارة ولكن احنا كمواطنين نستنكر هذا الشيء ونقول الإيران أن هناك فيلق القدس فيلق القدس اللي موجود من ضمن الحرس الثوري الإيراني هذا مخصص لتحرير القدس ليس لتحرير كردستان طبعا احنا كصحفين في محافظة الأنبار وإعلاميين نستنكر الهجمات اللي قامت بها جهات مجهولة على أقليم كردستان لأن أقليم كردستان يعني يعتبر جزء من العراق لا يتجزء احنا كإعلاميين من محافظة الأنبار نستنكر الاحتداءات المتكررة من إيران أو حتى جهات أخرى على أقليم كردستان وعاصمة أربيل ونطالب الحكومة العراقية أن تكون جادة بالرد أو اتخاذ إجراءات يعني على الأقل أن يكون هناك استنكار أو شكوى يعني ضد إيران في الأمم المتحدة لاحتداءاتها وخرقها للسيادة العراقية اشتركوا في القناة